الكلام صحيح لكنه أيضا ليس دقيقا وهو ين يحمل هنا في طياته بشكل واضح إلى عجز هؤلاء الممثلين لهذه المحافظة الممثلين أهالي هذه المناطق يعني إذا الآن لا يستطيع أن يجرؤ أن يسمي من هي هذه المجامع المسلعة لا يستطيع أنه يشخص بشكل صريع ويقول الميليشيات وسميها بأسمائها أو ربما يتحدث بشكل عام ربما كنوع من أنواع المجامل السياسية لهذا الطرف أو ذلك فهذه جريمة هذه جريمة كبرى أنه لا يستطيع ممثل هذه المناطق أن يتحدث بصراحة ومن جانب آخر أيضا لا يستطيع هذا الممثل وغيره طبعا لا تحدث كشخص تحدث عن ممثلي أو المشاركين في العملية السياسية بشكل عام لا يستطيع أن يرد الضرر عن أهله لماذا دخلت إلى العملية السياسية أليس كان الشعار هو دفع الضرر عن أهلك أليس كان الشعار أنه تجرب المصالح وتبعد المفاسد عنهم فإذا لم يستطع هذا المسؤول أو هذه الجهة أو أولاء الجماعات الأحزاب غيرها أن تفعل أي شيء لهذه لأهل العراقي ولأهلهم ولا سيما لمناطقهم التي انتخبتهم أو يدعون أنها انتخبتهم ووصلوا باسمها إلى هذه الحكومة بأي مكان من الأماكن فإذا لماذا تبقى ديكورا تبقى أنت مجرد فقط كحجة لأن هذه الحكومة هي حكومة كما يسمى وحدة وطنية فتعطيها الشرعية والمشروعية وفي حقيقتها كل التي تعمل هذه الحكومات بميليشياتها وغيرها هي الجرائم وانتهاكات لماذا أنت تكون المظلة يعني الآن العملية السياسية بشكل واضح هي المظلة التي ترتكب تحتها الميليشيات الميليشيات اليوم ترتكب هذه الانتكاكات بما فيها ما نتحدث عنه اليوم وهو قضية التهجير في ظل دولته نعم تسمى دولة هذه الدولة يعترف بها ويتعامل معها المجتمع الدولي على أنها حكومة بين قوسين حكومة وحدة وطنية ترجمة نانسي قنقر